نعم ما زال موقف الحكومة الأوكرانية لم يتغير خاصة بشأن الجلسة التي عقدت في مجلس الأمن والتي علقت عليها الخارجية الأوكرانية والتي قالت أن الجانب أبو سيحاول أن يصور أن أوكرانيا هي من تنتهي وهي من تخرق الاتفاقية أو بروتوكول مينسكو وأيضا الاتفاق الذي تم بين مجموعة الاتصالة الثلاثية بوقف إطلاق النعم وهذا الأمر ليس صحيح وأن القصف الذي حصل حصل في الأراضي الأوكرانية وأن لا يمكن لحكومة الأوكرانية أن تقصف مواطنها أيضا تحدثنا إلى مستشار مجلس الأمن الأوكراني السيد ميكولا والذي قال أن هذا السيناريو الذي يجري الآن هو سيناريو متوقع من قبلهم وأنهم كانوا يرجحونه أن تقوم الروسي عن طريق الانفصاليين وعن طريق المراطق التماس بخلق بعض البلبلة وبعض القصف وأنهم لا يستمعدون أن تقصف حتى داخل الأراضي الخاصة ولكن هل هناك مواجهات في هذه اللحظة أم أنها توقفت حذيفة؟ نعم لا أستطيع أن أقول في هذه اللحظة تماما ولكن اليوم وبالأمس في خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية كان هناك ما يطالب الستين خرقا أو انتهاكا كما تسميه الحكومة الأوكرانية أو الجيش الأوكراني كان هناك إطلاق نار متبادل وتمسكت الحكومة الأوكرانية والجيش الأوكراني بحقه في أرد وقال أنه لا يستخدم أي أسلحة محظورة بحسب الاتفاقات الدولية ولكنه يتمسك بحقه في أرد في حال حدث أي حجوم أيضا اليوم كان هناك بيان للقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية والذي قال أن لديهم معلومات بأن المناطق التي تحت سيطرة الإنفصادين وقريبة من مناطق التماس تم إجلاء المواطنين في بعض المستعمرات السكنية وبعض المنشآت تم إغلاقها بالكامل وذلك تمهيدا لسيناريو حتى يتم إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني إذا ما حدث أي قصف في ذلك الجانب لذلك هو يحمل السلطة الاتحاد الروسي أي قصف أو أي انتهاكات يتعرض لها المواطنين والمنشآت الاستراتيجية ويقول أن ذلك فقط يستخدم كذريعة من أجل حدود اجتياح على الأراضي الأوكرانية والجيش الأوكراني يقول أنه لن يرد على هذه العمليات حتى اللحظة هذا هو قراره حتى اللحظة نعم الجيش الأوكراني يقول أنه يتمركز تمركزا دفاعيا وأنه لا لية له على الهجوم ولكن طبعا دائما ما يرد الجيش الأوكراني على أي إطلاق نار يحدث في اتجاه الجنود المتمركزين في مناطق القوات المشتركة الأوكرانية هو يدافع فقط وذلك ما يقوله الجيش الأوكراني على لسان طبعا القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم أيضا قال وزير الخارجية الأوكراني أنه لماذا ننتظر أن يتم إدخالنا إلى حلف ما أو إلى منظمة ما في حين أننا يمكننا أن نخلق المنظمات خاصة بنا وهنا هو يشير إلى حلف شمال الأطلسي وأيضا هو يشير إلى الاتحاد الأوروبي ويقول أنني قد شرعت فعلا في الاتفاقات في اتفاقيات لحلف مع المملكة المتحدة وأيضا مع بولندا لكن هذه النقطة تحديدا حديثا يحدث تباين في التصريحات ما بين المسؤولين الأوكرانيين في هذا الشأن يقولون شيئا ثم يعود لنفيه مرة أخرى لأن هذه نقطة حساسة في الصراع مسألة رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف نيتو من عدمه وروسيا تريد إشارة واضحة في هذا الاتجاه لماذا هذا التباين في التصريحات الروسية عفواً الأوكرانية نعم الحكومة الأوكرانية على لسان رئيس الجمهورية وعلى لسان وزارة الخارجية ووزيرة الخارجية نفسه هم حبروا صراحة عن رغبتهم في الانضمام إلى حلف نيتو وقالوا أن دخولهم في هذه المنظمة يمثل حماية لهم من أي عدوان روسي متوقع الآن أو في المستقبل وأن لديهم مصالح استراتيجية في هذا الأمر وأن هذا حق سيادي أوكراني أن تقرر مصيرها هذا فيما يخص حلف نيتو وأيضا فيما يخص الانتحاد الأوروبي ولكن تعلمين أن الأزمة الآن قائمة بسبب هذا الأمر لذلك تلجأ الآن أوكرانيا إلى خلق تحالفات صغيرة من نفس الدول التي هي أعضاء في حلف نيتو أو في الانتحاد الأوروبي ولكن تحالفات تجمع دولتين أو ثلاث دول لتحقيق المكاتب الاقتصادية والسياسية ونحن سنبقى معك حنيفة في مدابعة الأوضاع في شرق أوكرانيا خاصة في ظل المواجهات التي يمكن أن تحدث ما بين الانفصاليين الروس المدعومين من الجانب الروسي وأيضا الجيش الأوكراني باعتبار أن هذه النقطة السخنة التي يمكن أن يشتعل الصراع من خلالها